وراها راح تكون مداخل عظيمة ومتميزة وكبيرة لمدينة بغداد وبهاي العناصر الثلاث الشارع والسيطرة والبوابة يكون لمدينة بغداد خمس مداخل نموذجية ضمن مواصفات عالمية خاصة بمداخل المدن وهاي خلال سنتين يعني؟ نحن بهذه المداخل نريد يعني إن شاء الله نحن بهذه المداخل نريد نوصل رسالة إلى جمهورنا الكريم وشعبنا العراقي إنه ثقافة الشارع ذات السايدين نريد نودحها نريد نتحول إلى أن أقل ما يكون كعدد سايدات في كل شارع هو من أربعة إلى ستة نشوف دول الجوار نشوف دبي دبي عندما تريد تقدم على تنفيه شارع ما تباشر بتنفيه شارع بسايدين أو أربعة أو ستة مباشرة تبدي بثمانية وتخطط إنه هذا الشارع بعد مرور خمسين سنة رح يكون ضمن نسيج عمراني ويكون ضمن نواة المدينة يعني أنت فتحت موضوع دكتور حسن دكتور حسن أنت فتحت موضوع حسن يعني جبنا على دبي المشاريع في دبي أبسط مشروع ما يتجاوز له ثلاثة شهر أربعة شهر إذا نتكلم على الطرق إحنا صارنا سنين خلنحتيها يعني واقع حال صارنا سنين ندفع مبالغ ندفع مشاريع شركات متلكية تأخذ الفلوس وتنهزم يعني أحكيرت على دبي فضل أحكيرت على دبي دبي ما صار اللي صار عندنا إنه شارع قائم موجود وتبدي توسعها أو تنشئ فوقها شارع جديد هاي الحالة في دبي أحنا أبد ما شايفيها ولا سامعين بها ولا قاريها دبي من تنتج شارع خلاص هاي خمسين سنة أي أعمال صيانة ما تجري عليه إلا إذا صار حادث أما من استخدام الأوزان الثقيلة أو الشاحنات تتمر بهذا الشارع صار علي أعمال صيانة ما كويش حالة نهائيا فدبي من تباشر بإنشاء شارع تنشئ شارع جديد خارج المدينة تأخذ وقتها وزمنها وكفايتها بهذا الموضوع وتنتجه كردستان أربيل حاليا ديباشرون بافتتاح الشارع المية وخمسين المية وخمسين حاليا هو الحلقة الأخيرة بعد الشارع الأربعيني والستيني والمية والمية وعشرين والمية وخمسين فده ينشأوا خارج المدينة ماكو شوارع ماكو معوقات ماكو استملاكات لهذا الموضوع فالشركات تشتغل براحتها الحالة اللي صارت في تطوير مداخل مدينة بغداد إنه بغداد قائمة ومداخلها قائمة والشوارع اللي تدخل إلى مدينة بغداد أيضا قائمة ذات سايدين والازدحام المروري الكبير الموجود في بغداد وفي ظل كل هاي الظروف أحنا جايين دي نطور مداخل مدينة بغداد اشتركوا في القناة